بدك هاتف متوسط، تصميمه جميل جداً، سعره فعلاً يعتبر متوسط، والأداء جيد جداً، أكيد أنا قاعد بحكي عن الأوبو F11 برو، خلنا نشوف شوك مواصفات هذا الجهاز سلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلاً وسهلاً بالجميع اليوم اللي نحكي عن جهاز كثير ناس طلبوا أن يحكي عنه هذا الجهاز من أوبو اسمه الأوبو F11 برو، جهاز مبدئياً نحكي عن تصميم، بالتصميم تبعوا مبني من الزجاج طريقة الألوان، التنوع والتدرج بالألوان ما أعطيه شكل جذاب جداً والأهم من ذلك اللي من أمام راح تلاقي أنه ما فيه نوتش، جهاز بدون نوتش بدون كاميرا أمامية، فشكل عصري جداً وفعلاً حلو، والحواظ قليلي جداً، هتقول لي وين الكاميرا ما فيه كاميرا أمامية ما أقول لك الكاميرا الأمامية، أكيد راح تطلع من الأعلى، ممكن يعجب بعض ناس، وممكن ما يعجب بعض ناس، ولكن الفكرة أنا عجبتني أنه عندي شاشة بدون أي سموها ديستراكشن، بدون أي إزعاج، ما فيه نوتش هون، ثقب هون، الطريقة هاي عجبتني حالياً، وإن شاء الله التقنية أو الميكانيزم، الميكانيكية تبعت الكاميرا أنها تدوم أكثر من المفترض أنه تدومه، ويكون أداءها مقبول، نرجع للخلف من هذا الموبايل، عرضوا الكاميرات في النص في الخلف بخط هك جميل تحت بعض، أنا عجبتني طريقة، وبالأعلى ستطلع يكون فيه سيمتري، فيه تناسق بالزوايا والخطوط، الكاميرا ستطلع من الأعلى موازية للكاميرات اللي في الخلف، عن جد التصميم بالنسبة لي، يعني ممكن أول نقطة لبيع هذا الجهاز التصميم، شكله جداً فخم من الزجاج عصري رهيب، سماكة هذا الجهاز 8.8 مليمتر ووزنه 190 غرام، على فكرة ما عندي مشكلة بسماكة الجهاز، يعني لو كان الجهاز سأسماك شوي وبطارية أكبر، أنا أبسلت لي ما عندي مشكلة، هل فعلاً الجماعة الخير بتفضلوا؟ لا، زيدوا نحافة الجهاز أكثر، خلوه أنحف أكثر وأكثر؟ خففوا البطارية؟ لا لا، أنا شخصياً لعب، تبلي، ما رأي؟ الشاشة، الشاشة كبيرة IPS LCD 6.53% إنش، ما عندها كاميرا أمامية، ففعلياً الحواف قليلة، شكل الشاشة جميل جداً، لما تتعاطى محتوى على هذه الشاشة، سيكون جميل، من نسبة للنظام التشغيل، سيكون أكيد الأندرويد بايت 9.0، عليه الـ Color OS من شركة أوبو، طبعاً النسخة السادسة المعالج، من هو هذا الجهاز متوسط زي ما ذكرت في بداية الفيديو؟ المعالج من شركة ميديا تيك، ميديا تيك تصنع معالجات بالنسبة لها هي أفضل معالجاتها، بس هي تعتبر متوسطة، أنا برأيي، ومن تجربتي الشخصية، هاي المعالجات المتوسطة، اللي من فئة الـ P، هيلو P60 P70، هاي معالجات عن جد أدائها ممتاز جداً، وبتنافس السنام دراجون 660، 710 والكلن 710، فعلياً بتنافسهم، والأداء رح تأخذوا من هذول الأجهزة قوي جداً، تردد هذا المعالج 2.1 جيجا هيرتز، ويدعم معالج رسوميات المالي G72 MP3، بالنسبة للساعات التخزينية، رح يبدأ بـ 64 مع 4 جيجا بايت رام، أو 128 مع 6 جيجا بايت رام، ودائماً حيكون في دعم للأس دي كارد، أبتو 256 جيجا بايت، الكاميرات، عندنا كاميرتين في الخلف، الكاميرا الأساسية ستكون 48 ميجا بيكسل، ستكون بفتحة F1.8، وحيكون حجم الحساس 1 على 2 إنش، وهو حساس كبير، هاي 48 ميجا بيكسل أيضاً رح تعتمد على تقنية الجمع البيكسلات، الأربعة بيكسل سيصيروا 1 بيكسل مدموجة، فتحتوي ألوان أكثر، تفاصيل أكثر، هاي لقياس العمق لحتى تساعد الكاميرا إنها لما تصور بورتري أو شخص أو حدا تعزل الخلفية، للأسف هذا الموبايل إذا أنت بهمك تصوير الفيديو غير قادر على تصوير فيديو 4K، الشغل الثاني لا يملك Optical Image Stabilization، فبدك تعتمد أنك ثبت إيدك بالتصوير، فإذا أنت منعشاق تصوير الفيديو، هذا الموبايل ما بيقدم لك خيارات فيديو غير Full HD، الكاميرا الأمامية أو الكاميرا المخفية نسميها، هاي رح تطلع بطريقة ديناميكية من النص من أعلى الجهاز، 16 ميجابيكسل F2.0، وحب أحكي لكم أنه الOne Plus 7 على الأغلب رح يشتغل بهاي الطريقة، بس بعرفش مواصفات لسه الكاميرا الأمامية، ولكن هتكون بهاي الميكانيكية، أشياء جيدة في هذا الجهاز، عنا 3.5 الهيتفون جاك، أيضا عنا Bluetooth 5.0، ولكن اللي أنا قهرني وأحبطني المدخل، المدخل مايكرو USB، لساتنا بنحكي عن جهاز عن جد فخم، جهاز جديد 2019، بحط لك مايكرو USB، بالنسبة للبطارية خرافية 4000 ميلي أمبير، 4000 ميلي أمبير، زائد شاحن سريع الفوك تبع أوبو، VOOC مع شاحن 20 واط، فهذه التجربة أو هذه النقطة بالذات في الأوبو، بصراحة قوية جدا، بطارية ممتازة، والشاحن سريع، بالنسبة للسعر، أقل سعر رح يبدأ في هذا الجهاز، طبعا حسب البلد، 350 دلار، ما بعرف إذا شركة أوبو رح تقرر أنها توفر لنا في بلادنا العربية، على أغلب ممكن مصر، ممكن مصر، ولكن 350 دلار، هل هو مناسب لهيك جهاز؟ تعرف لو كان USB Type-C، بس أنا كنت بحكي لك بكل صراحة آية، ليش لا؟ السعر مش كثير كبير، بس هل في خيارات أخرى بالأجهزة موجودة عندنا؟ طبعا في خيارات أخرى، مثلا في عندنا من الشاومي، بيعطيك خيار ممتاز بسعر أقل، في خيارات أخرى بسعر 300 دلار، طب لو حكت لك البوكو F1، شو رأيك؟ أداء أفضل أكيد، بطارية ممتازة شحن سريع، وسعره يبدأ 300 دلار، والمعالج اللي على البوكو F1، معالج خرافي، يعني فإذا بدك تقارن بين الجهازين، أنا بقول لك خد البوكو F1، أنت شو رأيك؟ هل عاجبك هذا الجهاز؟ وإذا مش عاجبك، إيش أنت عندك خيارات تنصحنا فيها من تجربتك الشخصية؟ ياريت تكتب لي في التعليقات، جزاكم الله خير، وفي النهاية بقول سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، أكبركم أن أتوب إليك، وأشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء